اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية شرح كتاب المنطقة من اخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين ابي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني برنامج اسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس شرح كتاب المنطقة من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني سوف يتولى الشرح والتعليق على هذه الأحاديث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هياتي كبار العلماء فأهلا ومرحبا بسماحة الشيخ معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ وقف بنا الحديث عند باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم ووقفنا عند حديث أبي السمح عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه أبو داود والنساء وابن ماجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن احتدى به أما بعد فهذا الحديث الذي قبله هذا الحديث الذي قبله يوصل من بول الجارية وينضح من بول الغلام هذا هو السنة البول إذا كان من غلام لم يكن للطعام ينضح وينضح عليه الماء أما الجارية فيوصل بولها مطلقا سواء كانت تكون الطعام أم لا لقما تقدم إلى هذه الصحيحة ولهذا الحديث أما إذا أكل الطعام الصبي فإنه وصل بوله كالجارية وهذا الحديث الصحيح كل الذي قبله ولما بالأطفال لثوم النبي صلى الله عليه وسلم أمر فصب عليه الماء أجر عليه الماء ولم يغسله عليه الصلاة والسلام كما تقدم وعن أم كرز الخزاعية قالت أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل رواه أحمد وهذا كالذي قبله يغسل بولي الجارية ومن ضحبهم والغلام وهذا يدل على أن بولها أغلب نجاسة بول الجارية أغلب نجاسة فلهذا يغسل مطلقا ولو كانت لا تكل الطعام أما البول الصبي فإنه يكفي نلحوه وقال بعضها العلم لا للعل في ذلك والحكمة في ذلك أن الغلام يكفر حمله ونقل أغلبه له وهو صغير ويقع منه البول فإسترى الله في ذلك وأكتفى سبحانه بالرش والنضح أما الجارية فحمل الناس لها أقل فوجب غصر بولها وبكل حال الله أعلم بالحكمة الله أعلم بالحكمة وقال آخر وإن بول الجارية لا يشرق غصره لأنه يجتمع في مكان وبول الصبي قد ينتشر فيشق غصره فكفى نضحه وهذا ليس ببعيد أو الموجه ولكن لا يلم الحكمة على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى وعلينا أن نعمل بما شرعه الله وإن لم نعرف الحكمة فالبول من الغلام ينضح ويرش ولا يحتاج إلى غصر وفرق ما دام لم يكن الطعام أما الجارية فيغصر بولها مطلقا والحكمة عند الله والذي أعلم كل شيء سبحانه وتعالى وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت بان الحسين بن علي عليهما السلام في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله حتى أغسله حتى حتى أغسله فقال إنما ينضح من بول الذكري ويغسل من بول الأنثى رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهذا كان الذي قبله نعم يدل على أن بول الغلام ينضح بل والجار يغسل إذا كان لم يأكل الطعام أما إذا أكل الطعام غسل جميعا سواء كان الطفل من أشراف الناس أو من غيرهم ألها الحكمة أحد الحسين بن علي من أهل البيت أمه فاطمة رضي الله عنها والحكمة أحد في جميع أطفال المسلمين من بني هاشم أو من غيرهم الذي لا يأكل الطعام يرش بوله وينضح والذي يأكل الطعام يغسل والجار يوصل بولها مطلقا أحسن الله إليكم لو أردنا أن نجيب على سائل يقول لما فص الذكر بالرش فقط دون الجارية يعاد الله أعلم علينا أن نمتذ حكم الله وأن نأكل بحكم الله وإن لم نعرف العلة والحكمة علينا السم والطعام ما الحكمة سمحت الشيخ عبد العزيز من تحنيكه للأطفال صلى الله عليه وسلم وهل نفعله نحن التحنيك بس مشروع مطلقة لكن يأتون بأطفال لما جاء الله في يده من بركة وليقه من بركة فإنه لما أتي إليه أبد الله بن أبي طالحة قال هما كنتم قال نعم فأخذت تمره مضاءها ثم جعلها في في الصبي ثم حنكة يرفع حنكة بإصبعه والتحنيك أعرفه الناس حرف حنكة الصبي الصغير نعم بالإصبعه ما كيفية الرش وما مقدار الماء الذي يغسل به البول يكون أكثر منه أكثر من البول يرش بالماء أكثر منه كان كما يصب على بول العرابي ما أكثر منه لما بعد المشي باب الرفصة في بول ما يؤكل لحمه عن أنس بن مالك أن رحطا بعكل أو قال عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانيها متفق عليه وهذا يدل على أنه يددعوها بأبوال الإبن وأنا ليست بن عجس ليست بن عجس ولهذا هؤلاء الذين قدموا المدينة من عقل أورينة واستوخموها وعظمة بطولهم أمرهم أن يلحقوا به بالصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فذهبوا هناك وفعلوا شربوا من أبوالها وألبانها وصحوا فدل ذلك على أن أبوالها متدعوى بها من التضخم البطن ومن التوخم الذي قد يقع بسبب بعض الأشياء وأن مولها طاهر وأن لبانها دواء أيضا فإن هؤلاء شربوا من أبوالها وألبانها وصحوا ثم قتلوا رعي النبي واستاقلوا الإبل وخانوا الله ورسوله بعدما عافهم الله فبعث النبي في آثارهم فقدركوا وجئ بهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقطع عيديهم ورجوهم من خلاف وتركهم في الحرة في الشمس حتى ماتوا لأنهم بالحال قطعوا طريق محاربون لله ورسوله نسعى الله العافية والمقصوم من هذا أن شرب أبوال إبل مما يسدى غابه وهكذا ألبانها وأنها طاهرة أبوالها طاهرة وهكذا كل كل ما كل اللهم الغنم والبقر والضباء وغيرها ما يكون اللهم بقوله طاهر وروثه طاهر لأن الله بحى أكله فبعوله وروثه طاهر بعر الغلم روث الإبل روث البقر ليس من أجس ولهذا أمر هؤلاء العرانيين لما اجتوى المدينة وعضبت بطونه أمرهم يسروا من أبوال الإبل ومن ألبانها فجعل الله في هذا صحة لهم وشفاء لهم نعم وقد ثبت عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم هذا شيء من آخر مرابض الغنم يصل فيها لأنها طاهرة بعروها طاهر وأما معاطن الإبل فليصل فيها لأسباب أخرى هي طاهرة ولها طاهرة لكن لأسباب أخرى لا يصل في معاطنها العبل باب ما جاء في المذي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه لاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الأثرم ولفظه قال كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه نعم وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضو أخرجاه ولمسلم يغسل ذكره ويتوضى ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضى نعم وعن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك المذيء وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضى وضوءك للصلاة رواه أبو داود هذه الأحالي كلها تدل على أن المذيء نجس وأنه يغسل مع أصابه مع أصاب الذكر ويغسل مع هذا الأنثى لخصيتان ولا يجب فيه الغسل لأن المذيء ماء اللزج يخرج على أثر الشهوة فيجب غسله أما المذيء هو ماء غليظ يخرج عند الشهوة بدفق فهذا يجب الغسل أما المذيء هو ماء اللزج الذي يخرج على أطلاف الذكر عند تحرك الشهوة فهذا يجب غسله فقط كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الذكر والأنثيان وما أصاب الثوب يرش بالماء ينضح بالماء ويكفي كما أبينت الأحاليه وفي حالة العالية يغسل ذكره ويتوضى ويغسل يغسل ذكره ثم يتوضى ويدل على أن الاستنجائهم قبل الوضوء يغسل ذكره من البول ومن المذي ويغسل دبره من الغائط ثم الوضوء بعد ذلك ولهذا ذكر العلماء أنه يستنجي ثم يتوضى لهذا الحديث هو ما جاء في معناه يغسل ذكرك ثم يتوضى والمذي نجس لكن الجلسة مخففة ولهذا قال يكفيك أن تنضح ما ترى أنه أصب الثوب فإذا نضحه بالماء ورشه بالماء كفى يعني ما أصب ثوبه وأما الذكر والمنهيان فيغسلان سمعك الشيك تساءل الكثير الحقيقة من المستمعين عن الخارج من الذكر من ناحية الطهارة والنجاسة لعلكم تحدثونهم في ذلك الخارج من الذكر ثرتهم بولا هذا نجس من الإجمع يجب غسل مع أصابه يجب السنجة غسل مع أصابه أصابه البول من فخذه أو حوبه أو غير ذلك الثاني المذي وهو نجس أيضا لكن نجاسته أخف فيكفي رشه مع أصاب من الثوب أو الأخذ ونحو ذلك إجراء الماء فقط مع أصاب الذكر والأنثيين يعني خصيتين الخارج الثالث المني وهو طاهر على الصحيح فإن كان خروجه بشهوة ولذة وجب الغسل وإن كان خروجه عن مرض فهو كالبول يجب الإسنجة فقط أما إذا كان عن دفق ولذة وشهوة فهو يجب الغسل أما ما يخرج من الدماء فهو مثل البول يغسل من الدماء كما لو كان به مرض يخرج من دورة الدم أو من ذكر الدم فهو مثل المرأة يغسل يستنجي عن الدم كما يستنجي من البول نعم إذا نفذ المذيء من السروال إلى الثوب هل يلزم غسله؟ كله إذا أجر عليه الماء كفى وإن غسله هو أكثر أكثر فائدة وإن رشه بالماء أجر على المخذ وعلى الثوب الماء كفى ما معانا سمحت الشيخ ويعفى عن يسير المذيء؟ هذا أخذب من قول اللبي انضحه بالماء ولكن ما عليه دليل واضح هو أجب أن ينضحه بالماء ويكفي لا يسمى أن هناك دليل على أن يتعمد ترك شيء من المذيء لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظه استمت طلب بعضها من الشيء يسير فعنه ولكن ليس به دليل واضح بل يرش المحل بالماء سواء كان فخذا أو ثوبا أو رجلا أو غير ذلك يراق عليه الماء يصب عليه الماء أو يكفي والحمد لله باب ما جاء في المني عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلط المني من ثوبه بأرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه وفي لفظ متفق عليه وفي لفظ متفق عليه كنت أقسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء وللدار قطني عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا نعم وعن إسحاق ابن يوسف وعن إسحاق ابن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المقاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة رواه الدار قطني وقال لم يرفعه غيره إسحاق الأزرق عن شريك وهذه إلى هادش كلها دال على أن المني طاهر وأنه إذا فريك وحط كفى إذا كان يابسا أما إذا كان رطبا فالأفضل غسله حتى يزول أثر كما بيئت عائش رضي الله عنها وكما ذكر ابن عباس وغيره المقصول من هذا أن المني في نفسه طاهر فهو أصل الإنسان هذا هو الصواب فإن غسله الإنسان فهو أكبر وإن فركه حتى كفى ذلك لكن غسله أفضل حتى يزول أثره ولا يبقى وسخ ويقصد أترى من ثوبه أو سراويله أو إزاله أو غير ذلك وإن فركه وصلى به أزعه ذلك والحمد لله نعم جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ ما سبب خلاف العلماء في طهارة المني أو نجاسته أسبابه أنه خارجه من موضوع البول خروجه من موضوع البول أوجب الشك في طهارته ونجاسته لكن لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم عايش على فركه وعدم غسله دل على طهارته لو كان نجس نمك في فركه يعني يبقى لها أثر فدل ذلك على طهارته وأنه إذا غسل فهو أكبر وإن فلك كفى والحمد لله نعم بالنسبة للثوب الملوث بالمني ما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة فيه صحيحة لكن فركه أولى أو غسله والصلاة صحية لأنه طاهر الفرك سمحت الشيخ حفظكم الله في الحديث هل الفرك الوارد في الحديث على سبيل الوجوب أم على الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب والغسل أفضل وإن صلى به ولم يفرك ولم يغسل صحية الصلاة إذا استيقظ الإنسان ووجد بللا ولم يستطع تحديد هذا البلل هل يغتسل؟ إن أعتقد أنه مني وجب الغسل وإذا كفى غسله فقط وأنه كسائر البول يغسل لأنه بول فإن علم أنه مني وجب الغسل باب في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجة فإذا وقع الذباب في الإناء سنع خمسه ثم ضرحه لأنه في أحد جناح هداء وفي الآخر شفاء وكان يتقي بالجناح الذي فيه الداء فالسنة إذا وقع في لبن أو ماء يغمس ثم يطرح ويدل هذا على طهارته لأنه كان نجس ما أمر بغمسه وهكذا الجرال وأشبه ذلك من كل هيوان لسله لم باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعى أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس متفق عليه نعم وعن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق الحجام أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبا طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم قال فكانت أم سليم تدوفه في طيبها أواه أحمد عن أنس بن مالك أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سكة قال فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه أخرجه البخاري وهذا يدل على طهرة الآدمي وأن عرقه طاهر وشعره طاهر وبدنه كله طاهر هذا هو الأصل الآدم طاهر مسلم أو كابل هو طاهر ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبطلها أن يوزع شعر رأسه النصف بين الناس والنصف الثاني أبطلها وعده ولما كان فيه أبو الحديبة كان إذا بصق أو تناخى أخذوا بصاقه وذخامة وذلكوا بها أجسادهم لما جاء الله فيه من البركة وكانوا أن يستبقون إلى وضوءه من يديه يتبركون بما وقع في يديه من آثار الماء فالحاصل أن من آدم طاهر ولهذا إذا عرق أرقوه طاهر أرقوه في ثيابه في سراويله في بلده كله طاهر والله جعل في نبينا صلى الله عليه وسلم إنه لعطهرت شعر وعرق من آدم لو كان هناك فرق لبينه عليه الصلاة والسلام لكن اختصه بالبركة فيما مستجسده من شعر أو عرق أو غير ذلك نعم وعن عثمان على سرطة حمر رواه البخاري وهذا لماذا جعل الله في الشعر من بركة وهي حمر مما كان يصبغ الآثار الصبر والحنة كون يصبغ شعرها عليه الصلاة والسلام بالحنة والكتب وهلا معروه من بركته في شعره وما مجسده فكانت تجعل في الماء اللي يأتي إليها من هذا الشعر ثم تأخذه لما جعل الله فيه من أبركة عليه الصلاة والسلام وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الآذان أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أغفاره فأعطاه صاحبه قال وإن شعره عندنا لمقذوب بالحناء والكتم رواه أحمد كما نقدم الباب واحد شعره طاهل وفيه بركة العظيمة عليه الصلاة والسلام وكان يخذب فيه بعض الشيب وكان يخذبه وهكذا الصديق وعمر وعيرهما كانوا يخذبون الشيب لقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب ويتنبوا السواد فالسنة لبن أصابه الشيب أجمعي الشيب بغير السواد باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه قبل هذا سماحت الشيخ الحقيقة لدينا بعض الأسئلة في باب ما لا يغمس له شيء يتأفف الإنسان من غمس الذباب في الإناء بل يرميه ويسكب ما أصابه هل عليه إثم في ذلك الصلاة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعني من هذا الشيء يغمسه في الله ثم يوقيه أو في اللبن ثم يوقيه ولا يضره الحمد لله يجتمع الأشياء والشفاء فالشفاء يدفع الداء في أحد جناها إهداء والنبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس وأقبل الناس يشيرها عليه الصلاة والسلام الحشرات الأخرى غير الذباب سماحة الشيخ تلقى لا لا ما تلقى تلقى إذا وقعت تلقى والحمد لله تلقى وتلقى ولا يحتاج غمس هل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ألقى الذباب من الطعام وأكل الطعام الشيخ نعم غمسه ثم ألقاه غمسه ثم ألقاه هل لكم توجيه قبل أن نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ السنة تأسي بالنبي كل شيء عليه الصلاة والسلام في أعماله وأقواله وسيرته يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أصبت من حسن ولو ألقاه ولما ألقى لكن الأفضل غمسه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات كان معنا في برنامج شرح كتاب المنطقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحة الشيخ على ما بيّن لنا وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح كتاب المنطقة من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيلية الحراني برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرم ترجمة نانسي قنقر